الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بد لكل مسلم أن يكون له ميزانا في هذه الحياة مثلما أنه يزن الأمور الأخرى التي تنفعه في الحياة من أموال وربح وخسارة وتجارة بميزان حتى يعلم هل أنه رابح أم خاسر لا بد له أيضا أن يقيس الأمور الدينية بميزان يرضاه الله عز وجل ولذلك القرآن الكريم ذكر لنا أمورا حتى نزن بها مثال ذلك قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هنا القرآن نبهنا ذكر أمورا وقال قيسوها هل هي أحب إليكم من الله ورسوله أم الله ورسوله أحب إليكم من هذه الأمور المذكورة المسلم حينما يقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات التي تتعلق بهذا الجانب لابد له أن يركز على مسألة عظيمة وهو أن القرآن دعاه للموازن بين هذه الأمور هل تحب الله ورسوله أم تحب أبناء وزوجة وعشيرة وأموال ومسكنا أيهما أحب إليك إذن من هذا الباب ننطلق إلى أمور أخرى حينما نأتي إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الكل يقول نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إن المحبة لمن يحب مطيع أين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منا أين اقتداؤنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما مدى هذا الحب وما مدى تأثيره وما مدى تأثره بالجسد المسلم في هذا المجتمع هذه أسئلة وغيرها يجب أن يجيب عليها كل منا خصوصا ونحن نعيش هذا الشهر الذي يحبه من يحبه ويكرهه من يكرهه ولكل حسابه عند الله عز وجل نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عمر بن الخطاب عمر ثاني الخلفاء الراشدين عمر المبشر بالجنة عمر الذي كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا من بعد لكان عمر يأتي فيقول يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وهذا الحديث في صحيح البخاري لماذا هذا الحب ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى أكون أحب إليك من نفسك وفي حديث آخر قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لماذا لأن القضية تتعلق بوجوب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بيده ثمار الخير هو الذي سيكون شفيعا لنا هو الذي سيطلب الشفاعة للأمة من دون الأمم فمحبة واجبة إخواني اليوم افتتنا بفتن كثير من بينها أننا نحب المشاهير من اللاعبين ومن الفنانين ومن ومن وعدد ما شئت منهم ونسينا محبتنا لله ولرسوله وللقرآن وأقول لك أيها المسلم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فقس نفسك بميزان القرآن فإن كنت محبا له تاليا له قارئا له فاعلم أنك قريب من الله وإن كنت بعيدا عنه فاعلم أنك بعيد عن الله نسأل الله العظيم أن يعيدنا إلى ما يحبه ويرضاه ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته